موسيقى السلام عليكم ازايكم لو انت مصري وتشوفني دلوقتي انزل فول عربيتك حالا املاها بنزين على قد ما تقدر لماذا؟ اسعار البنزين هتزيد في خلال الساعات القادمة مش الايام الساعات القادمة ليه برضو؟ لان انت عندك برميل النفط زاد سعره وصل ل 82 دولار للبرميل الواحد طيب هل هو متجه صعودا ولا ممكن ينزل قدام لأ خلي بالك ان في طلب عالي جدا على نفط دلوقتي ليه؟ لان انت عندك اوروبا دلوقتي قالت لك احنا مش لقين غاز مفيش غاز روسيا قفل حنفية الغاز على الاوروبيين وعمالة تزود سعر الغاز بشكل مضطرد جدا فالاوروبيين قالك بقى بقى لها طاقة نظيفة ومش طاقة نظيفة احنا هنروح للبنزين والبترول ومش عاوزين غاز او مش هنعتمد كلين على الغاز تدى يزيد الطلب عالبترول بشكل جدير جدا وده اللي قدى ان اسعار البترول ترتفع كان فيه النهاردة اجتماع لأوبك اجتماع منتظر لأوبك وحلفاء او اوبك بلس زين بيقولوا اوبك اللي هي الدول المنتجة للبترول ومعاهم روسيا جمع النهاردة في اجتماعه وخدوا قرار جريب جدا جدا اللي هو ايه؟ اللي هو دلوقتي فيه طلب عالي جدا عبترول تمام؟ زود الانتاج قالك لأ احنا مش هنزود الانتاج احنا هنبقي على الخطة الانتاجية زي ما هي اللي هي ايه؟ هيزوده كل شهر ربعمائة الف برميل على مستوى العالم انتاج العالمي هيزيد كل شهر ربعمائة الف برميل ايه ده؟ ولا حاجة يعني ربعمائة الف برميل في الشهر ده ولا حاجة ليه؟ بقول لك اوروبا بتموت اوروبا عاوزين ترول باي شكل والاسعار عمالها تزيد والدنيا عمالها ترتفع جدا فده انسب وقت ان انت ترفع الانتاج قالك لأ مش هنرفع الانتاج وهنخلي الخطة زي ما هي تيجي تبص مثلا على الاجتماع بتاع النهاردة هل فيه اي دولة اعترضت؟ فيش دولة كده عاوزة تزود الانتاج وتكسب لها ارشين؟ ولا دولة اعترضت؟ يقولك الاجتماع ده كان باغلبية صحقة القرار اللي طلع كل الناس موافق ولا حد اعترض كان اجتماع جريب او يعني انتو شايفين فيه طلب ما تزودوا الانتاج طب تعالى بص على روسيا مثلا مش عاوزة ارشين؟ مش عاوزة عاوزة تخنق اوروبا وتزود الاسعار وهي بتكسب كده تحالف اوبيك بلس التزامه بالاتفاق القائم بشأن الزيادة التدريجية في انتاج النفط ما دفع اسعار الخام الى اعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ويتعرض التحالف لضغوط من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والهند لزيادة الامدادات من اجل تهديئة ارتفاع الاسعار التي زادت بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي الجريب ان ما تيجي ببص على قرار اوبيك ده هتلاقي القرار ده مش طبيعي قرار ده مش طبيعي وعاوز اقول لك حاجة القرار ده وراه سر وسر كبير قوي ايه السر؟ السر مربوط بزيارة مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفن لمنطقة الشرق الوسطى وايه اجتماعه مع ولاي العادة السعودي الامير محمد بن سلمان لاجتماع مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفن للسعودية عفكرة انا لما جيت قلت لك الاجندة بتاعت الراجل ايه كان واضح ان البيان اللي خرج من البيت العبيد بيان مبهم وانا ما زلت بقرر الموضوع ده يعني انا بقرر كل مرة في كل فيديو ان البيان اللي خرج بيان مبهم لان ده مش تعليق ده تعليق نيويورك تايمز قلت لك البيان كان بيان مبهم لا حدده المدة اللي الراجل هيعط فيها ولا الاجندة الواضحة جدا اللي هو حيناقشها مع ولاي العادة السعودي خالص هم قالوا ان هو ممكن يناقش الحب في اليمن انما مدوش موعيد وتواريخ واجندة واضحة خالص الربط بقى والسر جبنين عاستعرف هقول لك لازم احكي لك القصة من الاول القصة كلها يا زيدي طلعة من موقع اسمه ايش يا تايم ايش يا تايم بيقولك على فكرة كون ان جاك سوليفن يجي ويجتمع مع ولاي العادة السعودي الامير محمد بن سلمان ده معناه ان جو بايدن مش عاوز يتكلم مع ولاي العادة السعودي الامير محمد بن سلمان او مش عارف يتكلم معي فرقة يعني نخلي بيالك جو بايدن مش عارف يروح السعودية يلتقي بولاي العادة السعودي او ماينفعش لان هو كان اول ما جاه الحكم خد قرارات خاصية جدا تجاه السعودية اصلا قبل ما يجي قالك انا مش هتكلم مع ولاي العادة السعودي لان انا رئيس والرئيس لازم يكلم الملك ما يكلمش وليه العهد فاللي كان بيحصل ايام ترامب ده ده كان دلع انا كرئيس اكلم ملك انه مش هكلم وليه العهد ان ادارة الرئيس جو بايدن ستعمل على ما اسمته اعادة ضبط العلاقات مع السعودية مبينة ان الرئيس سيتواصل قريبا مع العهد السعودي سلمان ابن عبد العزيز لان ذلك لن يكون قبل اتصاله برئيس الحكومة الاسرائيلية بن يامين نتنيا قالت ساكي ان بايدن سيعود الى التواصل على مستوى النظراء وقالت نظير الرئيس والملك سلمان واتوقعوا انه في الوقت المناسب سيتحدث معه الى اعادة ضبط تفاصيل العلاقة مع الرياض بشكل كلي فده كان قرار قاسي جدا تاني حاجة خد قرار بالافراج عن تقرير يربط اسم ولاي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بمقتر الصحفي جمال خاشوجي اللي هو تقرير السعي ايه اللي طلع في الاخر بلح وملوش اي علاقة بالامير محمد بن سلمان وكانت فرقها عالفاضي بس في الاخر هو طلع تقرير يمس اسم الامير اولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فده كان تصرف كبير في اجيا تايمز بتوضح لك النقطة دي جو بايدن مش عارف يجتمع بالامير محمد بن سلمان فبعت لمستشار الامن القومي لان ده اكبر ردبة بعد جو بايدن وده اسكى واحد في الادارة الامريكية كلها وصاحب قرارات كانت قاسية جدا في الادارة الامريكية منها حلف اوكوس اللي كان بين امريكا وبريطانيا وفرنسا ومنها الانسحاب من افغانستان فارجع لايجيا تايمز طيب هل ايجيا تايمز جاوبت على علاقة زيارة مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفن لولاي العاد السعودي الامير محمد بن سلمان بقرار اوبيك لا مش هي لجاوبة مين اللي جاوب وربط عن موضوع ده مجلة ذاهل الامريكية مجلة ذاهل الامريكية قرأت لك على فكرة وخلي بالك المقالة دي نزلة قبل اجتماع اوبيك قرأت لك اللي حيحصل في اوبيك ان السعودية حترد على افعال بايدن كلها في اجتماع اوبيك القادم ليه؟ قرأت لك خلي بالك اللي حصل ان بعد ما جو بايدن افرج عن تقريري السياي اي اللي بيربط اسمه ليل عاد السعودي الامير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشوكجي اسعار النفط قفزت 4% ومحدش دري بيها محدش حس دلوقتي انت بتتكلم ان جو بايدن بعد جاك سوليفن عشان ينقذ في الادارة الامريكية الحالية تعالى فكرة ارجع للموقع وارجع للمجلة ليه؟ بتقول لك استطاعات الرأي كلها دلوقتي مش في صالح جو بايدن فالحل الوحيد ان هو يتعافى اقتصاديا خاصة ان انت عندك الجمعة اللي جاية دي هيطلع بيانات الوظائف الامريكية وشكلها كده مش مبشرة يعني ده من عندي شكلها كده مش مبشرة بخير جو بايدن بعد جاك سوليفن عشان يتكلم بخصوص اسعار النفط واللي اكد عن معلومة دي من متحدثة باسم البيت لابيط جين ساكي نفسها طلعت قالت على فكرة اللي بيحصل في اسعار النفط ده مش طبيعي وعلقت عن موضوع ده وقالت على فكرة جاك سوليفن حينائش مع وليل عاد السعودي اسعار النفط هي لقالت كده خلي بالك جو بايدن باعت مستشار الامن الكوني عشان ينقذ نفسه لان اسعار النفط عملت زيد الواضح ان قرار السعودية كان واضح جدا هتزيد نحن نتواصل مع الشركاء من الدول الاعضاء في منظمة الاوبيك وننقل لهم كما فعلنا قبل بضعة اشهر دعوتنا اياهم على ايجاد حل وسط بشأن زيادة الانتاج المخترح للمضي قدما وقد فعلوا ذلك بالفعل قبل عدة اشهر وعلى فكرة نجلد ذهيل الامريكية بتقولك على فكرة قبل كده ايام دونالد ترامب كانت السعودية بتخش وترود اسعار النفط دلوقتي مش تعمل كده هتسابها ترتفع عشان تقرس على الادارة الامريكية الحالية خلي بالك ان جو بايدن دلوقتي عمال ينتاقد الحزب الجمهوري عشان يزوده او يرفعه سقف الدين في امريكا والحزب الجمهوري رافض حد دلوقتي حد ما انا بكلمك رافضيه قالك لا مش هتزود سقف الدين فالراجل عنده مشكلة كبيرة جدا مجالة ذاهل الامريكية كملت الموضوع ده واتحللها وقالت لك ايه قالت لك جو بايدن عمال يتهم شركات النفط في امريكا وعمال يتهم ويقول ان هم بيتحقوا عن مستهلكين وبيعملوا عمليات غير قانونية او بيحاولوا يرفعوا السعر بشكل مبالغ فيه فجو بايدن بيحارب شركات النفط اصلا من قبل ما ييجي لانه هو مناصر للطبيعة هو شايف ان فيه طبيعة وفيه تلوث وكده فمن قبل اصلا ما ييجي وهو بينتقد الاستكشافات البحرية وكلام ده كون فمن جالة ذاهل بتقولك حرب جو بايدن اللي بيشنها على شركات النفط الامريكية الحالية الحالية بتعزز نفوذ اوبيك ان انت بتضعف قدرة شركات النفط وبتحاربها فعز ان اوبيك عمالها تتعازم واوبيك معها مين يعني مع حليفتها روسيا يخلي بالك اللي بيتحكم في الموضوع الروس والسعوديين وعلى فكرة مجالة ذاهل كانت واضحة جدا لانتلك السعودية لو عاوزة تاني يوم تنزل اسعار النفط هتنزلها ووبيك دي في جيب السعوديين وعلى فكرة مجالة ذاهل كانت تستبكت الاجتماع ده وتقولك ايه تقولك وكون ان دول الخليج كلها مش هتعترض او مش هتعوز تزود الانتاج ده دليل ان هم ارفانين او مش حابين ادارة جو بايدن والدليل الامارات الامارات مش طيقة ادارة جو بايدن ارفانة منه هو كمان شفت ادي شفت ادي كرار خطير جدا يعني كرار عدم زيادة الانتاج اللي خرج النهاردة والابقاء على الانتاج العادي او الخطة الانتاجية المتفق عليها سابقا ده قرار سياسي صرف بيحب جو بايدن السعوديين بيردوا على جو بايدن في كل حاجة الامير محمد بن سلمان كما وضح جدا عشان تعملت افعالك اللي انت عاوزها ده دوري بقى للرد عليك ده دوري للرد عليك فلكن تتخيل لو العشر من اليوم برميل نفط الرخيص من تقريبة انتاجها من ثلاثة لستة دولار ذهب العقد لبريطانيا لن تكون امريكا بوضعها الحالي اليوم اه يعني سعودية سامت في قوة امريكا لا في شك السعودين ردوا النهاردة على جو بايدن وعاوز اقولك ان موقفه زيزفت اه اسعار عمالة تزيد جدا اوروبا بتتخنق وعاوزة غاز وبترول بقى اي شكل والاسعار عمالة تزيد وجو بايدن اللي حاوله على كله وعلى فكرة كان جاك صالوف النفس وقبل ما يطلع الزيارة بتاعت السعودية دي انتقد اسعار النفط خلا على فكرة اللي بيحصل ده مش طبيعي ده هو نفسه قبل ما يعقب مع ولاية العادة السعودي ده حاجة ده ردا على ان السعودية مش رادية عن تصرفات جو بايدن في المنطقة نخلي بالك ان ولاية العادة السعودي كان طلع انتقد الاتفاق النووي مع ايران اه صحيح دلوقتي فيه مناقشات ومفاوضات بين السعودية وايران بشكل علني بشكل علني الاتنين قاعدين مع بعض وبيتكلموا بس في الاخر السعودية رفضة تماما الاتفاق النووي مش عجبها كلامنا فخلي بالك ان السعودية بترد وفي ايديها اسلحة كتيرة جدا وخلي بالك ان كل ما اسعاره نفط بتزيد السعودية بتزداد كوة بلومبرج نفسها قالت علي فاكرة السعودية في اجتماع اوبيك هتحس احساس النصر علي جو بايدن ده واصف بلومبرج ده واصف بلومبرج احساس النصر لدى السعوديين مش بس كده انت عندك السعودية زادت من صادرات النفط بشكل كويسي ملوش علاقة بزيادة الانتاج زادت من صادرات النفط بشكل كويسي وبتحقق ارباح كبيرة جدا السعودية بتزداد قوة كل دقيقة فالموضوع دلوقتي انت بتتكلم ان السعوديين ردوا على جو بايدن عمليا وبيخنقوه اقتصاديا والاقتصاد بتاعه مش في احسن حاجة بالرغم ان اسعار الدولار عمالة تزيد الدولار بيطلع على فكرة مش بينزل الراجل عنده مشكلة كبيرة جدا وبموضوع لو وقف على كده يبقى مية مية انا اتوقع ان السعودية كمان حتقرص في ظل الزيادة على الطلب هتقرص ومش هتزود الانتاجة ارجع لكلمة مجلة ذهل لو السعودية عاوزة تاني يوم تروض اسعار النفط او تزبط اسعار النفط في السوق هتعمل كده انما السعودية بتخنق او بترد على جو بايدن يارب اكونش في الاحتيالك الموضوع بشكل وبسط ان شاء الله عشتنا هتبقى حسن ان شاء الله ان شاء الله الصد هيدر وارفع رأسك فوق انت مصري وسعودي وارب انسو العرب وارب انسو المصر وتحيا مصر سلام موسف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين اهلك موسيقى موسيقى